انا باعتقادي انه مكتب سيد السوداني بمشاكل 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 وأكو ناس دي خلقون مشاكل السيد السوداني بداخل المكتب بداخل المكتب ويرحون يهددون الناس ويحشون ويا الناس واني سر وح عبد الواحد ضحية نقول لي ضحية واحد من عندهم يروح يتصل بالإعلاميين يقول لا تاخدوا انتصر حاسر ولا بله هاشي نهار انا اقدر اطلع احتي بالإسم و احتي على رئيس الوزراء بس انا اعرف رئيس الوزراء صبحت اش كافي يقولي لعيني صبحت انا بتوتاب كافي هو مو من هذا النوع مو هذا الرئيس الوزراء فهذول اللي بمكتب بده يسيقون الى دي خلقون الى اعداء لما انا اعرف سيد السوداني ابو مصطفى و اعرفه من زمان يعني قد كن انا انفعله اذهب باتجاه انو اصر انها عدوة لسيد السوداني فبالتالي داخل المكتبة اكو ناس ما يستحقون هذا المكان ولا يشعرون بمسئولية مكانتهم يجون الصحفي بسيط يكتب شيء يهدده مكتبه مكتبه و ليس هو لا لا مكتبه يهدد و يقوله و انا دايما اقوله موضوع حرية التعبير خط احمر اي احد يجي يتحارش بنا بموضوع حرية التعبير احنا نوقف بوجها و راح نوقف ضدها و راح نفضها و راح نحكي به المصيبة انو مدى يستمعون يعني عبالهم انو طبيعي هو يقدر ميزة هذا النظام الجديد من 2003 الى اليوم و حرية التعبير كلمة نعم ما حصلنا من هذا النظام غير انو نقدر نعبر هذا اللي يوجه بهادم اخذ تصريحات سروع عبدالواحد انذكر اسمه تعتقديد ضد المنظومة؟ اه